غالبا المايك الاكسترنل ده لازم كل مرة اروح اقول له انا شغال على المايك الاكسترنل لكن صباح الفل ازايكو جميعا عاملين ايه يارب تكونوا كلكو تماما انا اعتقد ممكن نبدأ ان شاء الله احنا الوقت تقريبا خمس دقايق او ست دقايق عدوا على البداية فاعتقد يعني الناس تكون بدأت تتجمع الموضوع النهاردة زي ما انتم شايفين على السكرين دلوقتي او زي ما هتشوفوا على السكرين دلوقتي الموضوع باختصار بسيط ان احنا هنتكلم على التشابه ما بين دوال اكسل الشيت فورمولا والباور كويري والداكس والمثال اللي انا اخدته عشان اثبت او مش قصدي اثبت لكن عشان نناقش موضوع انه فيه اوجه للتشابه هو موضوع لت الفنكشن اسمها لت الموجودة في الاكسل الصراحة انا ما ما تعرضتش ليها باستفادة قبل كده عاديت عليها في فيديو او اتنين لكن مشرحتماش باستفادة فيه تشابه كبير بينها وبين الباور كويري لما بنستخدم لت مع ان طبعا الباور كويري اصلا او الكويري في حد ذاتها ما هي الا لت و ان مع بعض يعني ايه يعني لت و ان مع بعض هي اي كويري لازم تكون موجودة ما بين لت و ان لكن انا ممكن استخدم لت و ان لغرض مخصص يعني جوه لت و ان الكبيرة بتاعة باور كويري ممكن يبقى عندي لت و ان صغيرة لغرض محدد وده اللي هنشوفه في المثال بتاع النهاردة كمان الداكس في حاجة صريفة قوي ودي شرحناها اعتقد باستفادة في سلسلة باور بيفوت شرحنا موضوع فار ده فار و ريترن فار دي اختصار و ريترن عشان ما اطولش في المقدمة تعالى نبدأ على طول ونشوف الموضوع ايه الفكرة كلها زي ما قلتلك انه احنا متكلم على حاجة نفس المفهوم نفس الفكرة ولكن بتكتب او بتشتغل بشكل مختلف تبقا لانا شغال فيها ازاي فالمثال بسيط النهاردة والموضوع هيبقى بسيط انا يهمني الكونسبت يهمني المفهوم وبعد كده تطبيقه هيبقى طبقا لحضرتك هتحتاجه في شغلك او في المسألة اللي موجودة قدامك تعالى نبدأ بالفونكشن اللي اسمها لت اللي موجودة في الاكسل طبعا زي اي فونكشن بتكتب الفونكشن وبعدها تفتح قوس وبعد كده شوية ارجومنتز او برامترز او سميها متغيرات بتحطها لي الفونكشن وبعد كده بتقفل القوس في النهاية طب ايه الفكرة الاساسية منها الفكرة ان انت تقدر تعرف يعني مثلا اقدر اقوله انا عندي متغير اسمه اكس واقدر اساين لي فاليو يعني ايه يعني اقوله المتغير اكس ده قمته تساوي كذا فين قمته دي او فين اكولز دي اكولز هي كاما فانا اقوله والله انا عندي اكس وكاما واحد يعني اكس تساوي واحد زي ما بنعمل اي معادلة رياضية بسيطة ممكن اقول له كمان عندي وي مش بس اكس عندي فاريابل تاني او اسم تاني او متغير تاني اسم وي والي ده بي يساري واحد زائد واحد يعني اثنين فعندي متغير فيه قيمة واحد وقيمة اثنين ومعد كده الريزلت اللي عايزها النهائية هي عبارة عن اكس بلاس واي طيب هو بياخد يعني لت دي بتاخد كم متغير بتاخد اي عدد من المتغيرات يعني ممكن احط اكس واي زاد اي حاجة طيب هو بيعرف منين اذا كان انا صغيرة انها فيها النتيجة النهائية لما بيلاقي الخطوة فردية يعني اقل عدد من الارجومنت او الelveoirابلبل سفلات هو تلاتة يعني اكس وتساوي واحد ممكن بعد كده النتيجة النهائية اقول له اكس بلاس خمستاشر يبقى واحد زائد خمستاشر يبقى واحد اتنين تلاتة قدها يطلع نتيجة النهائية امقدرشị تلاتة انا قدرش احط اعطين اقل حاجات تلاتة لكن ممكن ازود بقى ازواج ازواج يعني pairs من ال names وال values name و value name و value زي ما انا عايز 15-20 زي ما انت عايز وفي اخر خطوة بتكون غالبا خطوة فردية لان خد بالك كل حاجة ماشية اتنات اهو الخطوة الفردية بيكون فيها النتيجة النهائية يبقى احنا الفكرة كلها ان انا بحط ازواج pairs من الاسامي وكل اسم بديله value خد بالك ممكن value او expression وده المثال يعني هنا value واحد وهنا expression يعني معادلة واحد زائد واحد ده expression وبعد كه استخدمت اثنين variables دول مع بعض عشان اطلع نتيجة النهائية قلت له x تساوي y ده ده let function اللي موجودة في الشيت formula زي ما حراك شايف كده طيب متحرك نروح على power query بالصدفة نفس الاسم يعني let اللي موجودة هنا هي نفس الاسم بتاع let ولكن طبعا power query case sensitive فبتكتب let زي ما انت شايف small او تكتبها capital مش هيفهمها ونفس الفكرة بتعرف variable بتقول له فيه variable x بس تستخدم equal بدل الكامة بتاعت الشيط العادية بتقول له والله let يعني عايزنا نتنخلي x تساوي 1 y بتساوي 1 plus 1 وطبعا كل خطوة او كل طبعا ده ممكن تبقى step جوة power query او ممكن تسميها variable دول اتنين variable وكل variable لديه قيمة مرة حطينا single value مرة حطينا expression وبافصل بينهم بالكومة بتفصل بين اول واحدة وثاني واحدة بكومة ورد ان عشان يعرف ان انت بطلت تديره variable عرفنا variable وعرفنا واحد كمان ودول كافيين جدا بالنسبة لنا وبعد كده تقول له n والان دي زي ما انت شايف بقدر احط بعديها كمان expression يعني ممكن احط بعديها variable مفرد اقول له انا عايز النتيجة النهائية في x او y او x plus y يعني ده برضو شيء شغال اللي بعد كده ننتقل بقى الى Dex طيب ايه حوار حوار دكس ده او الدنيا ماشية ازاي في ايه نفس الطريقة بيديني امكانية انا عرف variable بدي اقتصار variable وتكتبها capital او small مش قضية في الdex حتقول له برضو x بتساوي واحد مفيش اي سيباريتر بتحطش قماز بتستخدم equal زي بتستخدمها في الpower query وبعدين y بتساوي واحد زائد واحد وبعدين return زي n لازم بس خد بالك يعني هنا لو رجعنا لقابليها اللت ما بيحتاج اقرارها لكن هنا الvar الموجودة هنا دي بحتاج اقرارها مع كل variable وفي الاخر بقول له return والثلاثة بيشتركوا في نفس الحاجة ان بعد return بالنسبة للdex او بعد in هنا او الخطوة الاخيرة او البرامتر الاخير في let كلهم بيشتركوا في نفس الشيء بالزبط ان انت ممكن تحط اي حاجة هنا اي حاجة ملاش ضع بالموضوع حط return اسمي انا او اسم حضرتك او return value او return variable واحد او return expression فالموضوع ايه؟ مش معنى ان انا عملت variables او ان انا عرفت لازم استخدمها مش لازم لكن طبعا انت لو عملت variables غالبها تستخدمها يعني ف وقال لما يتبقى حاجة زيادة في المؤادلة لكن هنا هو ما بيكبركش بتعرف الvariables وبعد كده ايه؟ بتشتغل عليها طب ليه اصلا؟ ليه انا هحتاج اعمل حاجة زي كده؟ الفكرة الاساسية برضو في الموضوع ده سواء ودافة التلاتة سواء في الpower query او في الsheet formula او دوال وورقة العمل او في الdex ان انت في دلة معينة او او expression معين محتاج تكراره اكتر من مرة بتستعيد عنه بالvariables لانه لو انت ما عملتش كده هيبقى الكود بتاعك طويل جدا وكبير جدا ومليان زي ما انت شايف كده ايه؟ ممكن يكون مليان اكواد متكررة باستمرار فقراءة الكود صعبة وتنفيذه صعب وبياخد منك صعوبة عشان تكتبه وصعوبة عشان حتى لو حد بعتهولك او انت بتشتغل مع حد انك تفهم هو كان بيعمل ايه بالزبط عكس اللي احنا هنشوفه دلوقتي واحنا بنشتغل في ايه؟ هذا هو ممتع مثال بسيط سبتغير الثانوي year over year وpercent نفتغير المئوية لا أحتاجه مئوية واندي جدول سيكون في اسامي شهور تاريخ معين وتاريخ تاريخ يمثل شهر ومemanence وبعد كده عايز بقى طبعا ده الداتا الأصلية هتكون شكلها التو كولومز دول وعايز بعد كده أحسب التغير فهنعمل الكلام ده مرة بلت اللي في الشيت فورملا مرة تانية في الباور كويري ومرة داخل ايه داخل الدكس طب تعالى نتكلم على ايه هي الخطوات الخطوة الاولى ان احنا نرجع الديتس وان يير باك ارجع بالتواريخ سنة للخلف يعني ايه يعني أنا النهاردة مثلا لو بتكلم على شهر يناير 22 يبقى عايز ارجع شهر سنة الورى يبقى هتكلم على عيناير 21 طب الخطوة التانية ان انا بدلالة التاريخ اللي رجعته للخلف ده ارجع احسب او اشوف الارادات كانت كام من ايه في السنة دي او في التاريخ اللي ارجعته الخطوة التالتة ان انا احسب التغير ان انا اعمل ايه احسب التغير اخد الارادات بتاع السنة دي واطرح منه ارادات السنة اللي فاتت عشان اوصل للتغير كقيمة Absolute Value مش كنسبة والخطوة الاخيرة ان انا اسم التغير اللي انا وصلت له في الخطوة ثلاثة على قيمة السنة اللي فاتت او ال Last Year Revenue اللي موجودة في الخطوة اثنين يبقى انا لو استخدمت الفكرة اللي احنا متكلم عنها دي زي لات او لات و ان اللي موجودة في ال Power Query او استخدمت الفار و ال Return اللي موجودة في ال Dex يبقى انا مش محتاج ارجع اعيد الخطوة اثنين و ثلاثة تاني وانا بحسب خطوة اربعة ليه لان خطوة اربعة هي ناتج اسم خطوة ثلاثة على خطوة اثنين وهي دي الفكرة كلها من الموضوع ان انا مش محتاج اعيد خطوات تاني لان الخطوة التانية هديها اسم و هحسب فيها حسبة معينة والخطوة التالتة هحسب فيها حسبة معينة و هديها اسم والخطوتين دول هم هيتفعلوا مع بعض عشان يطلعوا لي ايه الخطوة الرابعة او هيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا الخطوة الرابعة هي ده الاسنس او الفكرة الرئيسية اللي عشان هبنعمل موضوع لت سواء لت دي كانت في الأكسل شيت العادية او في الباور كويري او في الدكس وده اللي احنا هنحاول نعمله تعال نكمل تعال نشوف بقى الكلام ده و احنا بنعمله باستخدام لت هعرف كم variable انا كل هعمله هعرف تلاتة variable الاولاني هستخدمه عشان احسب التواريخ one year back ارجع سنة للخلف او e date هستخدم e date وارجع سنة للخلف بعد كده هستخدم variable تاني عشان احسب جواه احسب جواه ايه احسب جواه ال revenue بتاع التواريخ اللي رجعت لها للخلف بعد كده هستخدم variable تالت عشان احسب فيه التغير ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت واخر حاجة الخطوة التانية على الخطوة التالتة يبقى فيه الناتج النهائي مش هرجع احسب الكلام ده مرة اخرى يعني انا اخد بالك انا رجعت حسب revenue السنة اللي فاتت واستخدمته مرة هنا اهو اللي بالاصفر ده يعني اعيد استخدامه هنا واللي بالاخضر اعيد استخدامه هنا والاصفر برضو استخدمته هنا يبقى انا لما اسمت التغير بتاع السنة اللي فاتت التغير عن السنة اللي فاتت على السنة اللي فاتت عشان اجيب النسبة استخدمت الخطوة التانية والخطوة التالتة محتاجتش لانا استخدم x look up مرة تانية او استخدم ايه عملية الطرح مرة تانية خلاص اتحسبت مرة وانتهينا وتخزنت جوه variable معين يبقى ارجع استخدمها في اي مكان بعد كده داخل نفس الفنكشن او داخل نفس اللي الحتة اللي كنت عايز اقولها انه هنكتبها زي ما انت شايفها كده هنكتبها على اربع سطور او تلت سطور زي ما تيجي معنا واشنى شغالين لكن كل variable مع القيمة الassign ليه هيبقوا في سطر نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا والنتيجة النهائية نحطها في سطر لو عملتها بالشكل ده هتفهمها بسهولة هتكتبها بسهولة ولو حد عملها وانت بتراجع وراه او بتفهم او عمل ايه هيكون برضو الموضوع سهل جدا فتعال نروح على الاكسل ونحاول نشوف الكلام ده ازاي ادي تابل زي ما اتفقنا تابل صغير في تواريخ التواريخ دي انا طبعا هنا مكتوب جان توينتي لكن ده تاريخ تاريخ واحد واحد عشرين عشرين ونفس الكلام لبقية الشهور انا واخد بداية الشهر عشان اعبر عن الشهر وامونت نعتبر امونت بتاع السيلز فعندي ثلاث سنين من عشرين لغاية ديسمبر 22 انا مكبر قد مقدر اتمنى يكون الصورة واضحة زي ما انت شايف حضرتك محتاج احسب التغير يير اوور يير وعايزين نستخدم دالة تلات زي ما اتفقنا وتعالى نجرب نشوف هنعمل كده ازاي وقلنا الخطوة الاولى ان انا ارجع بالتاريخ 12 شهر الورى عشان اعمل كده هستخدم دالة اسمها اي ديت اي ديت بتحرك التاريخ لعدة شهور ممكن تبقى باليجي يعني positive او negative للامام او للخلف ممكن ارجع بالشهور للخلف او اطلع بيها الادام يعني او انا في شهر يناير عايز اوصل لتاريخ ابريل هقول له ثلاثة positive عايز ارجع لي السنة اللي فاتت شهر اكتوبر او سبتمبر هقول له minus ثلاثة فتعالى نجرب هنكتب اي ديت انا هجرب الاول هجرب الاول في حتة كده بره عشان ايه قبل ان نبدأ في لات هقول له اي ديت وعايز مني start date طبعا احنا حاولنا ده الى جدول واسمه data فلو اخترت اي سيل هنا هتلاقي كتاب لك data وات month ده اسمه structured reference ما بيحطش هنا سيل reference لان ده excel table ادي معناها انه السطر المقابل يعني السطر المقابل من العمود اللي اسمه month داخل الجدول اللي اسمه data بيتعبر عنه بالشكل ده في الـ structured reference اللي هو بيكون التعامل مع الجداول وعايز عدد الشهور ده الطلب التاني عدد الشهور فحقول له minus 12 يعني ايه minus 12 يعني يرجع لي اتناشر شهر الى الخلف وحقفل القوس بتاع دلت اي ديت ودوس انتر طبعا ده شكله رقم لكن هو مش رقم تعال ناخد الفورماتنج ده ونحطه هنا اهو رجع لي فعلا قال لي jan 19 يبقى فعلا قد يرجع سنة طيب طبعا انا شغال على office 365 عايز استفيد بالامكانيات المتاحة في 365 اصلا هي فانكشم بتاع تلات مش موجودة غير في 21 365 والاستفادة القصوى من الديناميك الري الحاجات اللي بتعمل سبل او بتعمل ديناميك الري جوه اللي اكسل توبي 65 هو التعامل مع الجداول وليه مع الجداول عشان لما ازود بعد كده سطور الجدوى يتمدد لوحده ويبقى ديناميك رينج والعملية تبقى ماشية بشكل كويس جدا طيب انا كده حسبت تاريخ بتاع ايه بتاع رجعت اتناشر شهر الورى باستخدام اي ديت لكن انا عايز اعمل كده لي الجدول بالكامل مش عايز العمود بالكامل مش عايز بس لي السطر ده فممكن ارجع تاني اشيل الريفرنس ده ديليت وارجع اختار الكولوم كله ولو افت فوق الجدول هتلاقي سهم صغير كده اسود لو دوست عليه هيختار الكولوم بالكامل ودوس انتر هيتدى لك ارور ليه هيتدى لك ارور؟ اي ديت دي فونكشن قديمة والفونكشن دي ما كانتش معمولة عشان تشتغل مع الديناميك الري ولكن فيه وركا راوند كده بيتعامل ان انا ممكن داخل الفونكشن دي ادي له اي عملية حسابية حيقدر يفهمها ويقدر يعمل سبيل بشكل كويس عملية حسابية زي ايه؟ طبعا عملية حسابية لكن لا تغير القيمة اللي موجودة طبعا انت خد بالك الكولوم بتاع المنت ده عبارة عن ارقام المنت ده في النهاية عبارة عن ارقام او التواريخ عبارة عن ارقام فلو جمعت عليها زيرو مثلا ودوس انتر هتشتغل معك بشكل كويس جارة العادة هتلاقي ناس كتير قوي بتعملها بالشكل ده بدل ما تجمع زيرو ممكن تحط قبليها قبل التاريخ دبل ماينس 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 وطبعا ايه؟ سالب السالب هيبقى موجب فهيديك نفس النتيجة بالزبط انا كدرت اوصل زي ما انت شايف لو نزلنا تحت ادي تواريخ اتناشر شهر الى الخلف ودي الخطوة القولة خلصت طبعا ايز احطيها جوا معده لات تعال نروح هنا على الكولوم بقى احنا مجاهزينه ونكتب اكول وتعال نبدأ نكتب لات انا عايز ابدأ اعرف variable وتعال نسميه زي ما كنا عاملين في السلايد هساميه dates ده اول variable خد بالك اونا مشي على screen tip اول حاجة عايز مني name وبعد كده كاما عايز ال value to be assigned ال name ده ال value ده موجودة تعال انا ارجع اخد copy من هنا على طول اهو اخد copy من الكلام ده وارجع تاني هنا هقول له let وعايزين name قلنا dates ده اسم ال variable وبعد كده كاما و control v عشان اعمل ايه paste يبقى انا كده عرفت له variable وكده بقى عندي pair زي ما انت شايف عندي من ايه واحد اللي على الشمال ده اسم ال variable وعليمين القيمة او ال expression ال assigned طيب عايز بقى استعرض ال output النهائي هعمل كاما كمان بس انا قبل ما اعمل كاما دي هدوس ايه alt و enter عشان اروح سطر جديد زي ما قلت لك لو عملتها على سطور هتفهم بشكل احزن فهعمل alt و enter عشان يعمل لي سطر جديد جوه الخلية وبعد كده هقول لو سمحت فرجني على dates last year دي خد بالك يا معيش بالصغير هنا لكن لو بصيت هتلاقي او مكتبت كلمة date هو فهم حاجة اسمها date last year لانه variable المتعرف طبعا لو كنتش معرف ال variable في الخطوة اللي قابليها مش هيبقى فاهم انا عملت ايه فحق في القوس وادوس enter في equal هنا زيادة معرفش جات منين دي غالبا ما بعمل copy لو دوست enter فقادي ايه جابلك التواريخ السابقة طبعا محتاج بس عملها formatting لكن ايه مش قضية دلوقتي كده الدنيا تمام وصلنا للخطوة الايه الخطوة الاولى تعالى بعد كده عايز اعرف variable تاني عشان اجيب فيه ال revenue بتاع ال last year هنعمل edit جوه الخلية وبعدين هادوس alt enter مرة كمان عشان ازود سطر جديد وبعد الايه القامة التانية دي اهو انا عندي اهو اول اتنين اهو اهو ادي هنا فيه قيمة وهنا في ايه انا اسف هنا فيه variable وهنا القيمة او ال expression بتاعه وبعد كده قامة عايزين variable جديد ال variable الجديد هسميه revenue مثلا و ايه و last year وبعد كده قامة عشان اعرف او ادي له حزبة معينة او calculation او حط جوه function معينة وهستخدم الفنكشن اللي اسمها xlookup حابده اكتب xlookup و xlookup كله وظيفتها ان انا هروح اجيب قيمة بدلالة قيمة من داخل الجدول طيب عايز مني اول حاجة في fxlookup عايز lookup value lookup value هي تواريخ السنان اللي فاتت اللي هي موجودة محسوبة في الخطوة السابقة اللي اسمها dates last year فحابده اقول له dates last year مرة تانية اهو variable عارفه ازاي عرفت ان اهو عارفه هتلاقي قابليه حرف x اهو dates last year ده lookup ايه lookup value lookup array هي هتكون month اللي موجود في الجدول هاختاره عن طريق ان انا احط الماوس فوق كده فحيديني السهم الاسود ده وهيديني الايه زي ما انت شايف كده اختار الكلوم بالكامل فاخد العمود اللي اسمه date month طيب return array مين return array return array اللي موجودة في الاماونت فحاختار date او data amount طيب كده كفاية كده كفاية ممكن استخدم الرابع البرامتر الرابع واقول له مثلا ايه حطلنا zero لو ملقتش حاجة حطلنا zero واقفل القوس بتاع xlookup وبعد كده اعمل كاما علشان بعد كده النتيجة النهائية هتكون موجودة في البرامتر الخامس دلوقتي احنا عندنا اهو الزوج الاولاني اهو واحد اسمه dates last year وده الedate شغاله معاه التاني اسمه revenue last year وxlookup شغاله معاه وعايز اتفرج على ايه بلاش بقى dates last year تعال انغيرها نقول له ايه فرجني على revenue last year شوف شكله عامل ازاي revenue last year بالنسبة ل january 20 zero انزل كده تحت من اول jan 21 بدأت اشوف ارقام لو حاولت تشيك على ارقام دي زي ما انت شايفة اهو ادي jan 21 هي بتساوي بالزبط السنة اللي فاتت و هكذا لحد نهاية الجدول يبقى انا رجعت ايه سنة للخلف طبعا لت بتعمل المعادلة موجودة بس الخلية الاولى مش موجودة في البقى طب الخطوة اللي بعد كده عايز اعمل ايه التغير احسب التغير تعال برضو نخش هنا في edit mode طبعا جوة formula bar شكلها احلى بس مش عارف اكبر formula bar فخلينا نكون موجودين هنا احسن و هدوس ايه اقف في نهاية الزوج التاني ادي الزوج التاني اهو و هدوس برضو ايه alt مع enter و هسمي variable كمان هسميه var vs last year vs last year كما ده هيكون عبارة عن ايه ده بسيط جدا هاخد الاماونت ده الاماونت بتاع السنة دي و اطرح منه مين اطرح منه revenue last year اكتب rev مع last year فكده بالزبط اللي هيعمله و هيطرح revenue بتاع السنة دي اللي موجود في الكلوم الاساسي الكلوم الرئيسي minus revenue last year اللي محسوف في الخطوة اللي قبلها وبعد كده اعمل كما كمان والنتيجة النهائية بدل ما تدينا revenue last year ادينا vs last year التغير عن السنة اللي فاتت و هدوس enter طبعا الاصفر ده خلاص كده انا مش عايزينه خلينا نرجعه ايه ابيض زي ما كان نفل و ده اول شهر التغير عن السنة اللي فاتت كام هو نفس المبلغ بالزبط لان السنة اللي فاتت صفر تعال ننزل من اول جان 21 اتناشر ونص ماينس اتناشر ادلك ال ايه ادلك ال 500 في كده احنا ماشيين كويس اوي طيب الخطوة الاخيرة نرجع تاني هاو هنعمل edit بقى عندنا كده كام خطوة ادي اول خطوة حسبنا date last year بعد كده حسبنا revenue last year في الخطوة التانية وبعين الخطوة التالتة حسبنا التغير فاضل اقسم بقى ايه الخطوة التالتة او التانية اسف الخطوة التالتة على الخطوة التانية alt و enter ال variable الاخير لا مش بحتاج variable الاخير ممكن اغير ده على طول اللي هو ال variable الخامس او ال parameter الخامس اللي فيه نتيجة نهائية ممكن اغيره على طول وقول له عايز versus last year ده لو سمحت اسمهولي على ال revenue last year فعندي هاو two variables versus last year محسوب فوق وعندي اللي قبله محسوب هنا برضو اسمهملي على بعض دي النتيجة النهائية طبعا اددلك error في الاول ليه لانه بيقسم على صفر فبيديك div zero دي فهيبقى محتاجين نعدل ونستخدم if error هاقف الاول هنا واقف القوس بتاع if error بس الاول اقول له والله يحط لي blank حط لي double code فاضي واقف القوس بتاع if error ودوس enter الدنيا كاشك لها تمام فاضل بس ان اقول له عايز نسبة مئوية وممكن نزود واحدة decimal place فالدنيا بقى تماشى معاك تمام الكلوم ده مش محتاجه control minus عشان نطيره وادي الجزء الاول طبعا انت لو هتحسب القصة دي باستخدام من غير لت هتحتاج تعمل اكتر من عمود عمود تحسب فيه توريخ السنان اللي فاتت وبعد كده عمود فيه ريفليون سنان اللي فاتت وبعد كده عمود فيه التغير وبعد كده عمود فيه ايه الحزبة النهائية اللي هي النسبة او يعني هتتطر تعيد لو مش عايز تعمل كده هتتطر تعيد زي ما انت شايف الخطوات اكتر من مرة لانك بتستخدم في كزا حتة لكن بالشكل ده قدرت اعرف تلاتة variables واستخدمت اتنين منهم في النتيجة النهائية تعالا احاول 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 تاني استخدمت ادي الـ variable الاول الـ variable الثاني الـ variable الثالث الـ variable الاولين استخدمته جوة الخطوة الثاني والثالث استخدمتهم في الحزبة او الخطوة النهائية طيب احاول الـ Power Query هنحاول بقى نجري بسرعة شوية right click وget data from table range سوف أديني على الـ Power Query سوف أغير اسم الـ PQ solution وenter وخطواتين source طبعا الناس كلها خبراء Power Query دلوقتي بسلسة الناس المتابعين معايا change type ممكن نعدلها ونخليها لو سمحت خليها ليس ديت مكان ما هي ديت و تايم وحقول له ريبليس كارنت ويبقى عندي خطوتين رايت كليك ويحغير دي هسميها ديتا لانه انا عايز بعد كده هستخدمها فعايز اسمها يكون سهل بالنسبالي فهسميها ديتا والدنيا كده تمام انا كل اللي عايزه عايز اضيف عمود اضافي هنا والعمود ده مش هنعمل فيه اكتر من ان احنا نحسب اليير اوفر يير فهروح على قات وقالوا لو سمحت عايز custom column هيفتح لي الويندو العادية بتاعت custom column وحديها اسم year over year وpercent وتعالى نبدأ نكتب بقى مع بعض انت طبعا هتقول لي لت دي موجودة في advanced editor يعني لإيه اللي هجيب لت انا لا عادي انا ممكن ازود column واستخدم جوه لت واعرف variables واعمل كل انا عايزه وحواريك شكلها في النهاية ازاي جوه ال advanced editor فحابده اكتب equal وممكن اخد يعني انزل تحت واقول له لت طبعا لت لازم تبقى small واول ما هتكتب لت هكتبالك بالازرق فما كان هو ايه فهمها متعا هنمشي على نفس الخطوات بالزبط اللي عملناها الخطوة الاولى اجيب تواريخ السنان اللي فاتت هعرف نفس ال variable هقول له dates last year واقل فيه function بترجع لي التواريخ ارجع بالتواريخ اه فيه function برضه في ال power query اسمها date add month date dot add month او طبعا اخيرها يعني ايه شهور وبعد كده هنفتح القوس وعايز مني date out time ويه date out time في الحالة بتاعتنا هيكون month فحديده ال column بتاع month وبعد كده اعمل كاما واقول له لو سمحت انا عايز ترجع اتناشر شهر فمنس اتناشر بالزبط نفس اللي عملناه في date وبعد كده enter نفيش كاما هنا وهقول له in وبعد ال in دي برضو واحدة enter كمان وتحت هنكتب لو سمحت تفرجني على الموجود في dates last year نفس الفكرة بالزبط اللي اشتغلنا بيها على let اللي داخل ال sheet formula او sheet function هي هي بالزبط اللي احنا عملناها هنا تعال اقول له اوكي فزي ما انت شايف ضاف لي عمود جديد ورجع لي التواريخ اتناشر شهر الى الخلف طيب الخطوة اللي بعد كده اعايز اشوف ال revenue last year هعمل كاما وادوس enter وههعرف فرياب الجديد اسمه revenue last year حتى انا بستخدم نفس الاسامي اهو عشان تعرف ان الاتنين تقريبا حاجة واحدة طيب قبل ما اصل ال revenue فيه function ضريفة تعالوا نجربها مع بعض اسمها list.position of تعالوا نجربها هنقول له list.position of بتعمل ايه الفنكشن الظريفة دي الفنكشن دي بتخليني اروح ادور جوه list معينة على قيمة معينة. طيب انا فين الليستة اللي انا محتاجها وعايز مني اول حاجة ايه عايز مني list as a list. الليستة موجودة فين? الليستة موجودة في الخطوة السابقة اللي اسمها data ومش اي ش compliment ما vuonna month عن heeft، وهو كولوم buenas وهو في التواريخ. فهتدي له ادي دي هذه الليستة بتاعتي data.. اسم talked about that, طبعا الخطوة السابقة الله المخرج النهاي به商ر ل замه یادو الله اللي واقف قدام هن spot الخطوة السابقة جدول اللي هي data فبده نسم too. ودو ايه اسم comp styrene يبقى انا كده كايني اديته لسته هم يقولي list as list عايز مني ايه list اللست ممكن ادي له جوة اتنين او ادي له عمود من داخل جدول لان كل جدول ما هو الا مجموعة من ايه كل column في جدول ما هو الا لسته ولما ادي له جوة اتنين square bracket كده كايني بحول له ال column اللي اسمه month ده الى list فكده اخذ اللست بتاعته طيب ال value اللي عايز دور عليها فين؟ ال value موجودة في الخطوة السابقة اللي هي dates last year تمام ان مرة دي بقى نغير دي برضو هنقول له انا عايز اتفرج عن revenue last year تعال نشوف ايه اللي هيحصل فيه قوس عايز يتقفل هنا اهو تمام تعال نقول له اوكي اعمل ايه بقى اداني ال position افتكر كده معي اسم ال function ايه list.position of موقعها فين في اللستة يعني كاني بقول له عايزك ترجع لي التواريخ السنة اللي فاتت دي وتقول لي موقعها فين من التواريخ دي فاداني listة بقى زي ما انت شايفة هنا minus one لغاية شهر اتناشر عشرين عشرين minus one ده يعني ايه؟ يعني ملقاش حاجة معرفش يوصل لها لاني لما رجعت وسن الوراء ودور جوه اللستة دي ملقاش حاجة فاداني minus one كأنه بيديني بالزبط ايه error او حاجة تقول لي انا مش عارف ده مكانه فين. لكن من اول واحد واحد اداني صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة وكذا لحد ايه ثلاثة وعشرين خد بالك صفر اللي هو البوزيشن اللي اولني في اللستة بصفر طبعا انا اتفرج على المجموعة الاخيرة انا عملتها دي بتاعت ام لانجوج فور بيجينرز او مقدمة ام لانجوج تقلتات فيديوهات بيشرح بالتفصيل قصة الايه اللست وقصة الريكورد والتابل والحاجات دي كلها يعني انصح الناس تتفرج عليها ومعلش انا في ناس قايتلي اه يعني عمر الامثلة بسيطة قوي انا عانف امثلة بسيطة بس اه يهمني كان الايه الكونسبت فا يعني اتمنى انكو تبصوا عليها يعني يبقى كل اللي مينس ون ده انا ايه انا مش عايزوا او يعني بداني ده ارر ملقاش وده طبيعي لان اول اتناشة شهر ملهمش سنة سابقة ولكن من اول هنا لقى السنة السابقة طب هل ممكن استغلل ده عشان اجيب الريفنيو اه حرج عامل ادت وتعالى قابليها على طول انا الوقتي عندي بوزيشن بتاع الليستة لو اديتوا بقى يعني استخدمت ده جوة اتنين كيلي براكت كاني بقول له انا عايزة بوزيشن فلاني من لستة معينة فين الليستة دي الليستة من التابل اللي قابله اللي اسمه ديتا برضو انا سميته ديتا عشان استخدمه مرت لكن المرة دي هاتلي لقى الكولوم اللي اسمه اماونت انا حدينك لستة اللي هي ديت اللي هي سوري ديتا اماونت وعايزك تجيب لي البوزيشن بتاعها جوة اتنين اللي حسبناه بالشكل اللي انت شفته عن طريق لستة لو قلت له اوكي هيديني في الاول لكن بعد كده جاب لي رجع اتناشة شهر بالشكل اللي حراك شايفه ده طب هنعمل ايه في اليرر هنسيبه دلوقتي هنسيبه وحنشوف حل زريف جدا يعني كازا حد سألني على موضوع اليرر سده بنعمل ايه في الباور كويني هنشوف هنعمل ايه مع اليرر ده دلوقتي تعال نكمل بقية الخطوات كما وانتر عايزين نحسب versus last year التغير عن السن اللي فاتت equals هتكون عبارة عن ايه انا عايز الامونت كولومت المطروح منه مينس مين بقى revenue last year القطوة السابقة revenue last year وتعال نجرب نشوف ايه شكل versus last year ده يبقى عامل ازاي اهو هنحطه بعد ال end وندوس اوكي ادي فعلا التغير بدأ يظهر معايا وطبعا ال error زيز زي ما هو error مفيش مشكلة هنرجع نتعامل معاه في الاخر نعمل edit تاني ونعمل بقى اخر حتة بدل ما اقوله بقى ايه versus last year في الخطوة النهائية هقوله لا انا عايز versus last year مقسومة على مين مقسومة على ال revenue last year ادي ال revenue ايه يبقى التغير مقسومة على السنة السابقة دي طريقة حسبة ايه التغير السنة الاساس او السنة السابقة وبنحط في المقام اللي ايه التغير ونقول له اوكي هيطلع لك ايه بالنسبة او مش نسبة بقى حالينا هنطلع لك زي ما انت شايف كده كسور او ارقام عشرية طيب تعال نرجع تاني عايزين نحل مشكلة ال error بص دي طريقة ظريفة قوي انا هعمل enter تحت ال lead دي وحكتب فوقها كلمة تانية كي وورد تانية ظريفة قوي اسمها try او ما اكتب try اكتبها بالازرق كي وورد معروفة كأنني بقول له لو سمحت تجرب تعمل القصة دي كلها طب لو ما عرفتش تعال نعمل enter في الاخر هقول له otherwise هم بيو مع بعض كده try مع otherwise او كتبت otherwise زي ما انت شايف الداني ايه برضو بالازرق فكأني بقول له سمحت تجرب المنطقة دي كلها الحتة دي كلها عايزك تجرب هالي المنطقة دي كلها لو ما عرفتش اديي null في الاخر otherwise ايه null تعال كده اقول له او كي فعلا اداني null والمنطقة اللي كان فيها error تحاولت الى null وبعد كده علامات عشرية زي ما انت شايف اخر خطوة خالص لا مش محتاجين نروح هنا محتاج اغير ده الى نسبة مئوية هنفتح الفوم رابار في برامتر رابع طبعا هو عشان يعمل القصة دي استخدم table.at column عشان زودنا column اضافي في برامتر رابع في الاخر خالص هنعمل كاما ونكتب له percent اجين انت لو عايز تشوف مرة اخرى لو عايز ترجع الكلام ده بتعمل يعني تفصيل بتاع table.at column والقصة دي في المثال اللي عملنا في الفيديو الساوق مشروحة لو عملت percentage.type في البرامتر الرابع هيتحول الى نسبة مئوية زي ما انت شايف كده الكويري جاهزة هم close and load close and load to existing worksheet تعالى نحطها في column h وندوس على اوكي هيلود الكويري طبعا محتاج شوية number formatting سريع جدا ده يا باشا هنخليه thousand separator وده ممكن نعمله نسبة مئوية وده برضو ممكن نعمله custom نعمل بقى custom formatting ونختار مثلا ايه حاجة زي 4M مع 2Y طبعا انا لو مش عايز بقى عند كل الرفرش يغير كده مع كل الرفرش مش هيغير لك الدنيا ولو قارنت بينهم ممكن هنزود علامة عشرية برضو عشان يبقى زي خواتو اه ولو قارنت بينهم هتلاقي الاثنين ماشين زي بعض بالزبط تعالى ناخد الايه الخطوة الاخيرة هستخدم برضو نفس الفكرة ولكن جوه الداكس هستخدم نفس الكويري عشان اوديها على الداكس فحقوله لو سمحت اعمل ايه دوبليكيت للكويري دي فهيفتح لي power query editor وهيعمل نسخة من الكويري دي تعالى نسميها مثلا حاجة زي DM for data model وداكس مثلا وتعالى نشيل الخطوة التانية اللي هي بتاعت الاد custom column دي عشان نوديها على الداة ماضل من غير الحزبة دي ونحسبها في الداة ماضل وهروح اقول له close and load و close and load 2 والمرة دي اقول لو سمحت انا عايز only connection بس هتشاك على ايه add this data to the data model عشان يبعت هاري على الداة ماضل وادي بيعمل لها loading هروح بقى على data وهي الايكون الاخضر الظريف ده عشان نفتح الداة ماضل ونشوف ادي two columns بتوعي تعالى بسرعة كده اول حاجة يعني قبل مبدأ محتاج اجمع الكلوم ده عشان لما نعمل pivot table يوديني على الكلوم المزبوط او يوديني على مش عايز استخدم الimplicit measure عايز استخدم الexplicit measure طبعا اللي مش عارف انا بقول ايه لو سمحتوا ترجعوا لي السلسلة شرح power pivot ما علينا حنعمل major سريع جدا ما هو الا جمع الamount حاسمي المجر ده revenue الظريف هنا بقى انت ممكن ايه انت ممكن نكبر نقدر نكبر هنا بص يعني اعتقد كنترول مع الويل هنا ممكن نكبر فحاسمي المجر ده revenue اعتقد كده اوضح نقطتين واقل وبعدين ممكن نعمل sum ونختار الamount ده ما هو الا جمع الamount وحدوس enter فبقى عندي major بيجمع الamount ممكن برضو نعمل شوية number formatting ونشير decimal places واضي total وتعالوا بقى نعمل pivot table بس قبل ما اعمل pivot table محتاج اعمل calendar table محتاج اعمل calendar table لاني هستخدم time intelligence functions هستخدم حاجة اسمها same period last year وديه time intelligence function فمحتاج ان انا الاول اعمل calendar table وده سريع جدا موضوع بسهل هروح على design date table وحقول له new طبعا الdate table يعني بسرعة جدا كده فكرته ان هو بديك sequential dates من اول تاريخ هو بيحسب لوحده اول يوم او اول يوم في اول سنة موجودة لها تاريخ جوه الموضل واخر يوم في اخر سنة لها تاريخ داخل الموضل ففي الحالة بتاعتنا هاعمل sequential dates من 1-1-20 لحد 1-12-22 طبعا هو الواحد وعمل شوية columns ده الـ creation يعني ده الاخضر ده بيجنريد automatic dates وهتلاقيها زي ما انتدت تلات سنين ايام متصلة تلات سنين وبعد كده هو بيعمل شود تقسيمات بشكل automatic year والmonth number والmonth المنث ده انا عايز اقلع من في حاجتين اقام في حاجة واحدة بس انا هسميه month name انا ممكن اعدل هنا عادي هسميه month name وحقول لك ليه لان اللي جنبه ده ده شبه اللي انا بنشتغل عليه الشبه اللي احطينه في الفورمات اللي انا عامله فده انا عايز استغل ده فده اللي هسميه month عشان اما حطه في الـ pivot table يبقى اسمه month برضو تعديل بسيط هنا لو بصيت على formula bar الـ function اللي هو استخدمها علشان يعمل الشكل بتاع jan 2020 ده function format دي اخت function text اللي موجودة في الـ excel اداله التاريخ وي استخدم 3M و 4Y انا عايز اقول له بس 2Y عشان يبقى نفس الشكل بالزبط jan 20 وهكذا فكده بقى عندي calendar table الخطوة الجاية ان انا اروح على diagram view ادي 2 tables بتوعي وان انا اعمل relation ما بينهم عشان هنستخدم بعد كده وانحنا بنعمل الـ pivot table هنستخدم الـ dates الموجودة في الـ calendar فmonth ده ما هو الا date ده كنا نسميه month فممكن اعمل relation بينه وبين الـ date اللي في الـ calendar فكده بقى عندي one to mini relation طبعا الone side جاية من ناحية look up table او جدول البحث اللي هو calendar table والmini side اللي هي الاستريك دي موجودة في اتجاه جدول المعاملات اللي هو في الحالة بتاعتنا اللي نسميه dm-dex اللي هو جدول الـ data اللي احنا بدأنا به كده انا ممكن اعمل الـ pivot table وقبل ما احسب برضو الـ year over year حابده اعمل الـ pivot table عشان اجهز نفسي وبعد كده نعمل الحزب على طول فممكن نروح على home وقالوا لو سمحت عمل لي pivot table existing work sheet وحطه مثلا في column L لو دست هنا هختار column L ودوس اوكين مرتين هيعمل لي pivot table لطيف اهو pivot table صغنون جميل هروح اتغير اسمه من pivot table analyze واسميه year over year انا بحب بدي اساميل الحاجة بتاعتي عشان بعد كده ما قدش ادور الـ pivot table ده جيم منين وراح فين ابقى عارف حاجتي على طول من pivot table list ممكن اعمل بقى الـ pivot table هختار من الـ calendar هختار more fields واختار month وحطه في الـ rose اهدي نفس الشهور بتاعتي وهيه هروح على نفس الشكل بالزبط هقول لك المشكلة فين دلوقتي وبعد كده هروح على هروح على داكس على دي ام داكس ده واختار الماجر الاسمه revenue هحطه فيه values فكده بقى عندي الـ revenue فكده بقى عندي الـ revenues وعندي الدنيا اه زي ما انت شايف محتاج اعمل شوات حاجات في الـ pivot table ده مثلا على سبيل المسال اشيل الجران توتل ممكن اشيل الجران توتل فعروح على design واقول له سمحت محتاج اعمل حاجة خفيفة شوية بدل الدوشة دي نختار ده مثلا ومحتاج برضو اخليه لما يعمل refresh ما يغيرش الـ column width فتعالا نروح وانا مختاره برضو على pivot table analyze options في حاجة اسمها auto fit column width فكده انا ممكن انا احدد الـ column width من غير ما سيبه هو يحددها ممكن برضو من design اقول لو سمحت report layout وقل له outline form فيجيب لي اسم الـ month ده يبقى موجود فوق بدل ما كان موجود بص قبلها كان مكتوب ايه row labels لا انا عايز month فنعمل موضوع outline form ده فهيجب لك اسم الـ column فوق الـ column كده انا جاهز ان انا احسب year over year انا مش جاهز ولا حاجة بصد كده الترتيب ده شايف الترتيب ده April 20 April 21 April 22 August ده ترتيب هو شايف تكست ومرتبها ترتيب alphabetical وده ما يصحش خالص ومحتاج اصلحه فتعال نرجع تاني نرجع على الموضل ونحاول نصلح القصة ده هروح على الـ data view وتعال نرجع هنا وعايزين نزود column استخدمه اسم الـ column ده يعني عايز انا اسف الـ column ده عايز ازود هنا الـ column استخدمه اسم الـ column ده طبعا انا عرف ان دي ممكن مش صوب الموضوع قوي بس يعني تركها زريفة والحاجات دي ساعات بتحل مشاكل فتعال نحاول يعني زي ما قلنا try مثلا وotherwise حتى ما مش صوب الموضوع بس طبعا انا متأكد الناس كتيرا نفسها تعرف اف امر بتعمل ازاي في الـ power query فيعني لما بنلاقي حاجة يعني ممكن تحل مشاكل بنحاول برضو نشرك الناس فيها فتعال ناخد column انا عايز column جديد الـ column ده اعمل فيه حزبة معينة والحزبة دي استخدمها عشان من اصورت بي القولم ده خد بالك داكس بيسمح لك تعمل سورت القولم بقلوم تاني موجودة فين موجودة هنا اهو ادي سورت باي قولم بتختار قولم اللي انا واقف عليه واختار له قولم تاني اصورت بي المنت نمبر مش هينفع يعني لو جربته مش هيشتغل لكن محتاجة انت تعمل لوجك تاني اللوجك ده انا هعمله هنا جوا قولم جديد وهسميه مثلا date sort وادوس انتر طبعا هيوديني ايه ونحاول نشوف اللوجك ده عامل ازاي انا هستخدم المنت نمبر بس عايزها تكست عايزها فورمات معين خد بالك المنت نمبر مكتوبة هي شهر يناير اهو و بعد كده ثنين بعد كده ثلاثة انا مش عايزها بالشكل ده انا عايزها بالتبقى 010203 وهكذا اعيز صفر قابليها دايما صفر امتا صفر لما تكون Single Digit لما تكون 2 Digits مش عايز الصفر القابلي وطبعا ايه من واحد الاثناشر فالعشرة والحداشرة والثناشر انا تمام فالالحمسة التاسرة انا تمام بس من واحد الاثناشر انا اطبع صفر هستخدم برضو فورمات أنت هتفهم معينه لأي انا بعمل ايه منت نمبر ده وعايزك تحطولي انا فورم اوف ايه زيرو 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 دي لو لقى واحد حيحطت قابليها زيرو تعالي ندوس انتر فاداني اهو ايه بص الفلتر اهو زيرو واحد زيرو اثنين لغاية ايه اتناشر عشر 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 و اتناشر ما جاش جنبهم بس من واحد لتسعة حط لي قابلها زيرو كويس قوي طب انا عايز اكون كاتينيت ده مع السنة انا عندي هنا رقم السنة يعني عايز اخليهم كأنهم حاجة واحدة مع بعض يقبليها اختار الير كتاب لي اهو كالندرير وبعد كاس اتخدم الاند زر الاند زر الاخسل بالزبط وحط جنبه اردع وطعي بس كده انتر كده بقى قابلي ايه 20x2001 انزل تحت شوية 202002 بعد شوية 202003 و هكذا لغاية الاخر خالص من الفلتر هو لغاية 202212 الارقام دي تصلح انها ترتب لنا الحتة بتاعت المنث اللي كانت مش بترتبها دي بس عشان اعرف ارتبها محتاج ان هو اشوف ال values بتاعتها محتاج القيمة مش التكست لان كل اللي انا عمله ده بيشتغل على تكست ال and دي تكست وفورمات دي برضو تكست فمحتاج احولها الارقام تاني فاستخدم function اسمها value وحقفل الناحة التانية ودوس enter هتلاقيها بقيت ايه بصة نحية اليمينة وتحويلت الى ارقام دلوقتي بقى ممكن اجي على منت ده وقل له sort by column واستخدم بقى date sort اللي عملناها هنا وقل له اوكي تعالى نرجع بقى نشوف ال pivot table الغالبان اللي كان حالته وحشة ده اهو اتظبط اهو ادي ال pivot table jan feb march وماشي الترتيب تمام الدنيا زي الفل فاضل بقى نحسب year over year اتمنى انها متاخدش من هنا وقت احنا عارفين ال concept هروح على النفس ال table اللي كنت عامل فيه الحتة الاوانية اللي هو revenue وتعالى بقى نحسب major جديد والماجر ده ساميه year over year هروح عرفهم لبار ولا مختار طبعا اي مكان في الجرد هروح عرفهم لبار وتعالى نقبر عشان تشوفوا الدنيا معانا ماشي ازاي هقول له year on year percent نقطتين واقوال وتعالى نبدأ نكتب اول حاجة انا محتاج variable هستخدم var var بص او كتبت var اخضر يبقى ده كي وورد هو فهمه var ده هستخدمه عشان اعرف variable ال variable الاولاني تعالى نرجع للخطوات كده تعالى رجعك للخطوات كده بسرعة احنا قلنا اول حاجة ايه step one shift dates one year back بالنسبة للدكس انا مش محتاج اعمل كده لماذا؟ لانه في حاجة اسمها time intelligence functions وده لوحدها بترجعني تجيب الى رفنيو بتاع السن فاتت بشكل مباشر فاول خطوة ده مش حمالة هبدأ من الخطوة التانية ان انا احسب رفنيو السن فاتت على طول فاولا نجرب كده مع بعض هروح اهو على active var و هسمي بقى variable الجديد سميه revenue last year انا مش محتاج الخطوة الاولى revenue last year و equal خد بالك من syntax لازم اقول له equal وبعد كده هستخدم functions اسمها calculate الكلام ده برضه مشروح بالتفصيل ازاي بنعمل الكلام ده في الجزء بتاع time intelligence functions في السلسلة بتاع شرح power pivot هقوله calculate وعايز expression انا قراد يحسب ال revenue هفتح قوس مربع عشان اطلع list عندي revenue قردي موجود كما عايز ارجع ال revenue ده سنة للخلف مش محتاج ان انا احسب خطوة لوحدها جوه نفس الحزبة دي هقول له same period last year ودي function بترجعك سنة الى الخلف بس محتاجة مني dates ولازم sequential dates والsequential dates دي موجودة عندي في calendar date ال calendar اللي احنا عملناها اللي جواها column اسمه date ولازم ال column بتاع date مش اي column تاني وبعد كده اقفل القوس بتاع calculate وبعد كده alt و enter وبعد كده نتيجة نهائية هستخدم return وبعد كده نتيجة نهائية بسخد بالك لو كتبتها small برضو هيفهمها عادي ما عندوش العقد ده بتاع ال power queen دي مش موجودة في الدكس capital small ما عندوش مشكلة ال return هقول له سمحت تفرجني على revenue last year وطبعا هنا كتبها بالازرق وهنا هتلاقي واحدة من الاختيارات revenue last year وتعال ايه ندوس enter وهتلاقي جاب لك revenue last year تعال نحط ده تعال نرجع على pivot table راح فين ال pivot table ادي ال pivot table و ادي الماجر الجديد بتاعنا اهو اللي هو اسمه revenue year year تعال نحطه عندنا ونشوف طلع علينا ايه طلع علينا revenue بتاع السنة اللي فات بشكل ايه مباشر اهو بقى ادي اهو اتناشر الف و اتناشر الف والفرق بينهم سنة اتناشر مية و اتناشر مية فرق اتناشر شهر تمام يبقى احنا ماشيين كويس كده غاد دلوقتي ارجع تاني تعال نتجرب لازم نكبر تاني ده اهو تعال ان بقى نزود variable جديد طب هل محتاجة احط كاما هنا لا مش محتاج بس محتاج اقول له var تاني عشان كل مرة ابونك بص var ما عندوش مشكلة برضو فاهمها عايزين بقى ايه varians versus last year فاكتب ايه versus last year ده variable جديد equal هقول له ايه هقول له نعايز الاماونت الاماونت اللي موجود في الميجر الاسمه revenue فهاختار ميجر الاسمه revenue واطرح منه revenue last year last year فده هيديني على طول ايه varians وreturn هقول له لو سمحت عايز versus last year vs last year اهو تمام كده ونعمل علامة check mark ونروح هناك على ال pivot table وقادي جاب لك ال variance الدنيا ماشية بشكل ممتاز نرجع تاني فاضل بقى اخر خطوة ان انا اقسم لتنين على بعض versus last year دي هقسمها على ايه revenue last year هل الكلام ده هيشتغل ادي ال check mark اهي الظريفة تعال نرجع تمام الدنيا ماشية كويس لكن ايه عمل لي error عايزين نتعامل مع هزا ال error اول حاجة تعال ندي number formatting percentage وممكن نقل ال واحدة decimal place خليها one decimal place اخوتها وتعالى بقى ال error ده عشان نتعامل معاه بدل ما نقولت versus last year على review last year هستخدم divide برضو يا جماعة استخدمناها مئة مرة في السلسلة بتاعت شرح power pivot Divide هي function عشان شغلتها انها تقسم حاجتين على بعض طبعا مكان علامة على دي بحط كما وفي حاجة اسمها alternate value زي بالزبط if error ممكن ادي له قيمة بديلة في الحالة بتاعتنا احنا عايزين blank لو سبتها فاضية هو بيدي blank by default يعني ممكن استخدم alternate value ولدكوا مثلا zero لكن انا مش عايز zero عايز blank فحاسبها فاضية وادوس enter ولو رجعت على pivot table year on year percent ونفس القصة بالزبط نفس اللي حصل مع الاثنين التانيين اعتقد كده اتهت حلول موجودين طيب هل الحلول دي dynamic يعني الحلول دي لو زودت data a ادي ادي اديشنال ديتا اهو ادي كنترول سي اديشنال ديتا وتعالى نرجع على الشيت بتاعت وتعالى ننزل تحت كنترول في طبعا محتاج بس ايه اضبط الفورماتينج هنا الحتة بتاعت الشيت فورمولا اه بتحسب بشكلة القائي ادي اهو سنة الثلاثة وعشرين زودناها بيحسب هنا بشكلة القائي لت بتحسب بشكلة القائي مية في المية الpower query محتاجة refresh right click واقوله refresh بقى 48 line حسب بشكلة القائي pivot table برضو محتاج refresh بتاع الpower query بتاع اسف الdax محتاج برضو هو كمان واحدة refresh right click واقوله refresh وتعالى شوف ايه هيحصل هتحصل مشكلة وهشرح لك ازاي نحلها بص الداني بلانك وقف عند ديسمبر 22 والداني بلانك والداني رقم مجمع ما ادانيش شهور طبعا دي بيسموه ايه بيسموه خطأ مشهور ان انت حرك محتاج بشكل يدوي تروح تعدل الكالندر الكالندر يتعامل بشكل اوتوماتيك كيتوقف عند ديسمبر 22 فهتروح ايه على الكالندر بشكل بسيط جدا توقف على الكالندر تعالى نصغر فملا باردي مش محتاجينها ونروح على design وهتلاقيها اسمها date table هتختار تقوله ايه update range وبدل من انت واقف عند اتنين وعشرين هتخليها 20 23 وتقوله اوكي لو رجعت على البيفوتيبل الظريف او تمدد معاك وحسب لغاية 23 وعشرين والدانيا ظريفة جدا يبقى انا احنا شوف ده شوية حاجات مش بطالة انا كده خلصت المثال وخلصت الجزئية بتاعة الشرح اللي كنا بنعمله وزي ما انتم شفتوا كان الهدف الاساسي والرئيسي من هذا الكلام ازاي انه الميكانيات متشابهة الفكرة متشابهة وانا يعني ليفرق معاك دايما الconcept يعني طبعا احنا قلنا هنا تركات كتيرة قلنا حاجات يمكن انا ما اعطيتش ليها قبل كده مثلا لست.position off انا ما استعملتهاش قبل كده يعني ما عملناهاش مع بعض قبل كده لت شخصيا اللي بتاعت الexcel ما استخدمنهاش قبل كده برضو بشكل مكسف لكن انا الconcept هو اللي افرق معايا في الحياة اللي من النوع ده انه فكرة انا اعرف variable والفاريابل ده قادر احطه جواه قيمة وارجع استخدم القيمة دي جواه المعادلة زي ما انت شايف بتبسط المعادلة بتبسط الconcept وبتخليك تقدر تعمل حاجات اصعب ممكن ما تعافش تعملها لو انت ما عندكش الفكرة بتاعت let و in او var return او let اللي موجودة في الexcel function انا كده خلصت لو ما فيش اسئلة اخرى جماعة ممكن اقول لكم شكرا وننتهي ان اوقف عند هذا الحد ان شاء الله نشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي في فيديو من بتوع تحديات الباوركويري شكرا جدا وبجد شكرا جدا على اهتمامكم وعلى حضوركم وشكرا على تعليقاتكم الجميلة السلام عليكم ورحمة